القرمان ومصر الخير وكل من له بعف الموضوع انت بتدي له رسمة سيعة عاملة ازاي بتشتريها من السوق المحلي في الغالب لكن اللي انت بتديه له دي مش هتغنيه مش ايه مش هتغنيه انت عايز تزود دخله كويس لما استهدف يعني فيه حد يقول لي طب هم بياخدوا وتبرعاتها دكتور مصطفى وبيشتري بها الحوم على طوله ايه ويتصرفوا فيها طب هو ممكن قوي وهو بيشتري وانا بقولها على هوى للناس اللي حتتبرع لان بعضهم يقولك ايه لا انا عايزه يأكل ده صح ده هدف نبيل وعظيم جدا لكن انا اقدر بتطوير الفكرة احسن اكتر من كده اكتر من انا اوفار الوجب والوجبتين هدوهم له ويتصرف بيه بان انا ادي له راس او اتنين من ده انا غيرت له حياته لا صحيح لو اديت لمواطن اتنين راس ماشية من دول اوه غليم واكتير طب الدولة ممكن تدخل في الموضوع دكتور مصطفى تدخل وزارة التضامن بنطلع تكافل وكرامة وبنطلع ده ما بقولش ان احنا نوقف لا لكن نطور البرنامج يبقى مع الجامعيات دي ات هقول اخش على الاسرة دي ات هقول له انا حديك اتطمن ان هم عندهم قدرة على ان هم يديرهم الموضوع كويس وديله الراس او اتنين الراس او اتنين دول يبقى هو الدولة مع المجتمع المدني قدرت تغير حياة الناس بمنتج يزود انتاجه لمصر وخفت تكلفة هذا الانتاج لان انا بالطريقة العادية اللي انا بعمل بها دي بأكل بنفس الطريقة وبشرب بنفس الطريقة والكمية اللي بيجيلي كمية مش كتير ثم اغير حياة الناس لما انا النهاردة لو قلنا اتنين مليون رسماشية يعني مثلا ممكن يكونوا موجودين معاملين مليون اسرة مثلا مثلا مش كده متوسط متوسط اتنين او ثلاثة يعني خلينا نقول اتنين مليون اسرة يبقى انا حقدر احول حياتهم اضعف لهم دخلهم بالطريقة دي ولا انا بقول كلام مزبوط اقدر مزبوط لا مش مزبوط انا عارف انه مزبوط انا هشرح بعد ما حضرتك تخلص الاجراءات اللي عملناها زي مسيادتك وجهتين يعني انت عملت يعني تقدر في خلال سنتين ثلاثة تقولي انا شلت كل الرؤوس دي و عملت لها احلال بالرؤوس الجديدة دي انا احبب لك من الشاكرين